أكدت وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن القوافل العلاجية تتابعت للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تتم بشكل شهري ودوري بنطاق ومدن محافظة البحر الأحمر وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن تلك القوافل قامت بإجراء كشفات طبية وفحوصات لعدد 1794 شخصا خلال شهر مارس من خلال تمانية قوافل داخل تسع قرى ومدن مختلفة